السلام عليكم معكم دكتور سيدالي محمود إريطم مشكلة تسقط الشعر من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه أشخاص كتير عشان كده جبنالكم العلاج اللي عايخلصكم من كل مشاكل الشعر واللي عايمنع تسقط الشعر ويزود كسفة الشعر ويمنع تقصف الشعر في البداية كده لازم عشان نعتني بالشعر لازم يبقى فيه شامبو طب كويس لازم بلسم طب كويس لازم لسيون يغز الشعر وينعم الشعر وكمان لازم كابسولات مقويات بتساعد على زيادة كسفة الشعر ومنع تقصفه أول منتج معنا النهاردة اللي هو ألوكيتا كافيين دي اس شامبو ألوكيتا كافيين دي اس شامبو زي ما حد شفته ألوكيتا كافيين هو عبارة عن دي اس يعني دابل سترينز يعني مضاعف القوة الشامبو ده الميزة اللي فيه انه عبارة عن خلاصة الأول خضرة وفيه كافيين والكافيين ده بيمنع تساقط الشعر وبيمنع وبيزود كسفة الشعر كمان كمان الألوكيتا شامبو فيه خلاص سوبا الميتو والسوبا الميتو ده بيمنع تكون الهرمون الديهايدروديستستيرون الضار جدا واللي بيأثر على فروة الشعر كمان فيه خلاصة الأملو كمان فيه خلاصة الصبار الشامبو ده كمان مناسب للمحجبات مكتوب عليه انها خاصة بالمحجبات في أي واحدة محجبة بالنسبة للطرحة تكتم الشعر لا هو الشامبو ده شامبو مناسب للمحجبات الشامبو ده منستعمله ثلاث مرات في الأسبوع من نخسل أول شعر بالمية وبعد كده منحط الشامبو بسطة خالص من الشامبو على الشعر ومندلك الشعر والفروة ونسيب الشامبو على الشعر دقيقتين تتلات دقايق وبعد كده نشتفه الكلام ذا تلات مرات في الأسبوع طبعا بعد ما غسلت بالشامبو لازم نستعمل بلسم طبي كويس من افضل المنتجات اللي موجودة في السوق المصري اللي بتساعد على نعمة الشعر وبتستخدم بعد الشامبو كبلسم مرتب هو تريتو بلسم تريتو بلسم زي ما حدكوا شايفين البلسم ده الميزة اللي فيه انه طبيعي يعني فيه خزب الشي وحادكوا عارفين زي بيت الشي وقد ايه هي مفيدة جدا في نعمة الشعر وتغذيب وصريات الشعر وبتساعد على ترطيب الشعر ونعمته كمان فيه خلاصة النخاع وفيه خلاصة إكليل الجبل وفيه خلاصة الزتون وكمان البلسم ده كمان فيه كولاجين وفيه الإلاستين وفيه الكراتين ودي مواده كلها بتساعد على نعمة الشعر وترطيبه طب نستخدم البلسم ده هذا البلسم ده اول حاجة بدح تنいたين كانره خالي من السلفيت مكتوب عليه خالي من السلفيت تمام وخالي من الفساليت فهو وخالي من البربين خالي من mention ب tengo الخالي من البربين وخالي من الفساليت وصوديوم لوريل سالفيت فري فمش عيتعب الشعر ولا حيأثر على الشعر بأي ضرر البلسم ده ممتاز جدا 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 البلسم ده منستخدمه بعد الغسل بالشامبو منحط البلسم على أطراف الشعر ونسيبه دقيقين تدقيق وبعد كده نشطفه كويس طيب احنا كده دكتور اتكلمنا على الشامبو والبلسم الطب الكويسين جدا طيب الليسيون بقى اللي عينها الشعر ويرطب الشعر النهاردة جدنا لكم الليسيون ممتاز جدا وفعال جدا يرطب الشعر وينعمه هو بنسينول لسيون بنسينول لسيون الليسيون ده عبارة عن بنسينول والبنسينول ده من أحد المركبات فيتامين به هو عبارة عن فيتامين ب5 يساعد على يمد الشعر بالحيوية ويساعد على منع تقصف الشعر وزاكعة لها مكتوب عليه يستخدم للشعر الضعيف والتالف للشعر التالف والضعيف في أي حد شعر التالف أو ضعيف أو بيتساقط أنصحوا انه يستعمل بنسينول لسيون البنسينول لسيون ده مش محتاجة تخفف هو استعماله وبجيب غطى منه ومندلك بيه فروة الراس مرة الصبح ومرة بالليل البنسينول ده من الحاجات المهمة جدا واللي لها فايدة كبيرة كمان انه بيأخر ظهور الشيب والشعر الأبيض كمان وزي ما قلنا بيينعم الشعر وبيزود كسفته وبيمنع تقصفه عشان يكتمل المجموعة دي لازم الواحد ياخد فيتامينات ساعد على امداد الشعر بالدم اللازم لتأغذية البصيد بصيدات الشعر وفي نفس الوقت منع تقصف الشعر وامداد الشعر بالفيتامينات الضرية اللي بيحتاجها الشعر لكذا جدنا لكم منتج هيرتون هيرتون كابسولات هيرتون كابسولات هيرتون كابسولات ده الميزة اللي فيه انه فيه خميرة ستقع في الخميرة انها طبعا بتنعم الشعر وبتساعد على زيادة كسفة الشعر كمان فيه احماض امينية السيستين والكراتين ودي مفيدة لانها بتغذي بصيدات الشعر كمان فيه فيتامين به فيتامين به مركب وفيه البيوتين ودي كل الحاجات دي الشعر محتاجها عشان يغزه ويتغزه وينمو بطريقة صحية وجيدة طيب احنا كده خدنا المجموعة المتكاملة معانا وهي الالوكيتا دي اس كافاين شامبو وتريتو بلسم وبانسينول لسيون وهيرتون كابسولات دي المجموعة الكويسة جدا والمتميزة في علاج تساقط الشعر ومنعة اصله طيب حيزين نعرف اسباب تساقط الشعر ايه دكتور اذاك تساقط الشعر تساقط الشعر اذابه كثير منها اول سابه اهم سابه الانيميا لكده انصح اي حدا انساقط الشعر انه يعمل تحليل صورة دم ولو تلاقي عنده الانيميا لازم يعالج الانيميا الاول لازم ياخد حاجة زي الفيروجلوبين الفيروترون السيراجران اتش وغيرها المنتجات المتميزة الموجودة في السوق المصري مش بس كده ده كمان الاسباب تساقط الشعر استدام الصبغات والفرد الشعر كمان التوتر والعصابية والنرفازة من الحاجات كمان اللي بتأثر على بصية الشعر وتخلي بتقلل تدفق الدم لبصية الشعر لازم نبعد عن العصبية والتوتر ناخد الاكلات واللي فيها حديد زي التفاح والكبدة والعسل اسود والخضروات والخرشوف والبتنجان لو فيه انيميا حتى ما فيش انيميا الاكلات دي فعالة جدا انها تغزي الشعر بالاضافة للمجموعة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الهيرتون كابسولات والالوكيتا دي اس كافاين شامبو والتريتو بالسام والبنسينولوسيون المجموعة دي متميزة جدا 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 فعالها تسقط شعره فعلا بتجيب نتائج مع ناس ممتازة وفعلا بتنعم الشعر وبتمنع تأصفه وبتزود كسافة الشعر ياريت كل شخص يهتم بشعره طبعا قبل منهي الفيديو كنت عايز انبه على حاجة مهمة العلاج ده بيستخدموا لعلاج الصلع الغير الوراثي لعلاج الصلع الغير الوراثي عشان ما حد يسألني ويقول الصلع اللي عندي دي لصلع وراسي العلاج ده للصلع الغير الوراثي تسقط الشعر للاسباب اللي احنا قلناها سواء أنيميا سواء توطر سواء عصبية استخدام فرد شعر واستخدام الصبغات كلها بتضر الشعر فعشان كده المجموعة دي متميزة لعلاج تسقط الشعر وعلاج تسقط الشعر اللي هو ناتج عن الصلع الغير وراسي يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم سلام عليكم